موسيقى تحت التهديد أنا من جاءت عندي بنتي قتلية باللي راية تغتصبات سوف يكسترنا أن أختي ختيش داتات داتات الدباب بنتي قلت على المماء في 2013 و الأم ديالة تسترت على الموضوع مني ندرت بنتي تقاشر عام قررت على أن أتبولى البابا كنت مربي مني كنت أنا بقى صغيرة ومشادر زين المحاريم مهم الحمد لله وكل مالك أمر بالاعتقال تعتقل المغتصب تعتقل حد دنايا مزيان وكيف يعقل أنه وكل مالك أمر بالاعتقال ومسألة جنائية وحنا في محكمات الاستيناف بالريباط اللي في حي الرياض محكا دكشي جنائي وكل مالك الله جزايا باخير أمر بالاعتقال دس شهور وشي 15 يوم ولا معدس شهور و 12 يوم واحدة خورت القوم بريساتين المسؤولين يديروا بنتي بنتهم أنا يرهاد المسؤولة ذا اللي تلقف حال صراح الله يحفظكم كانت بنتهم السلام عليكم معاكم خاليد عندي واحد المشكل كبير بتنشاركو معاكم باش تتعاونوني وتوقفوا معايا أنا أب دي الواحد الطفلة اللي تعرضت للاغتصاب تغتاصبات من طرف خالها اللي هو أخو الزوجة ديالي هاي قلس الزوجة ديالي قلس حدايا الأخ ديالا كي يجي عندنا الدار وتتكرفص لي على البنت تشد البنت ديالي وتنعسمعها نعسمعها عدة مرات وعبر سنوات هاد المغتاصب هذا اللي هو أخو الزوجة ديالي الشقيق ديالاك كبر من بنتي 9 سنين من اللي كانت بنتي أنا عنده 10 سنين المغتاصب عنده 19 عام كبر منها بتسع سنين المهم تيجي عندنا الدار تيقوم بالفعلة دياله كي يغتاصب لي يا البنت نحاول لنا نختصر الكلام لأننا نحكي لكم بالتفاصيل خصني ساعتين نحاول لنا نختصر لكم بجي يكون ذاك شي شوية خفيف في سنة 2013 البنت ديالي كان ذاك الساعة عندها عشر سنين ونص جاءت لعند الأم ديالها وقالت لها أرى الأخ ديالك راتي يغتاصبني وخالي قلت لها ركا ينضلي بالليل واشكي دياليا واشكي دياليا وذكش عدة مرات تحت التهديد وبيعونف وانا كنت كنصفر كمشي للشمال أنا ومرتي وبنيتاتي كمشي المارتي لنعوم بحلنا بحال الناس كنت ديه معايا كتقول المارتي ندو معايا أخوية نقول ندوه معانا يفوج معانا وكدا عنده 18 عام عنده 19 عام تندوه معانا تقبت لبنت ديالك يدخلها تعوم وانت كننا قاعدين في الباراسول تدخل لبنت ديالك تيدي لها ذاك الشي ما أم مارس عليها في الماء مارس عليها في الدار مارس عليها عندهم في دارهم عند جداتها مهم تكرف صليها على البنت الملي قالتها لي يا بنتي أنا هي الأمر يا بنتي قالتها لأمها في 2013 والأم ديالها تسترات على الموضوع هي والأخت ديالها أخت ديالها لي خلت بنتي قالت لأ باللاتية اذاك تسترات على الموضوع ومشات خالتها داتها للطبيب عندي شهادة طبية داتها للطبيب جات البنت جات خالتها دات لي بنتي للطبيب دوزت لأ على الفرج ديالها وعلى المسائل ديالها المو معلنا شي عندي ورقة ديال الطبيب فهذاك الموضوع في 2013 المهم من اللي دوزنا الطبيب وذلك شي هما استروا في 2013 وذلك شي الأخت ديالها ضربات داك المغتصة بشج الصرفيقات وكركباتهم على الدرجة على ما تيحكيوا لي على ما تتعاولي الزوجة ديالي مشا في حالاته انتبتوا هدرادي مع الزوجة بعدها أنا مني مني جات عندي بنتي قتلي باللي راية التصبات في حالاته بعض اللي صرفت على القرية لما تتعاولي الأخوة مني كانت بنتي عشر سنين قتلي والان بنتي عام قربتنا على الناس الان بادة الان بادة ويقفت اجراءات وهذا أخوي ان هناك الان بابة يعني الناس كيشوفوه تقولوا يا ده واشو ولدك كنت مربي مني كنت انا بقى صغيرة وامشا دار زين المحارم كينوض البنتي حديك ساعة عنده عنده تتاشر عام وهي عندها سبع سنين بقى صغيرة انا را ضغت ديك الساعة وضعت بيها الدنيا واشا نقول لك را تفاجأنا انا واختي في الصراحة في الول تفاجأنا صافي صافي وعد ماشا غادي نقول لك ها ديك ساعة صافي بقاش كي يجينا نضربنا ودك شي صافي دك ساعة 11 سنة سدية اللي بقى كان عقل 11 سنة اللي قتلي يا را قتلي قتلي نرى شنو 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 وصافي وديك 11 سنة اللي خرجنا من الدار ماذا لم يعد جيش الزوج ديك لما هدموا الدكام نحي تخفنا لهم شي كون ردت الفعلال بنت من قتلي صافي قتلي قل ما صافي هذيك ساعة صغيرة احنا قلنا نستطروا الموضوع صافي الزوج ديالي ما كانت سايق الخبارتة انا كنت متضررة كلنا نارت انا كنت فكر ذاك تك شلي داير وهذا ما ربي العنبيا المشكلة تقريباً ما حدنا عند الشوق؟ دباً، أقف في 2013 من 2013 هكو ما كيجيش نبتاع؟ كيجي مرة مرة، وانكي ما كيجيش نبتاع إلا طلقنا كانت أختي أو للأم ديالي أنا أول حاجة سقط الخبار مليدوا وزاس بنتين متي حاند الباك متي حاند الباك كانت تنين وثلاثة والأربعة نهار الأربعة بعدين خمسة ونصد العشية قلت لي لبنت بابا بيت نظر معاك مشوه شي قهوة معمار بنتين قلت لي مشوه شي قهوة زباب بنتين كبرت فساس براسة كبرت وفاتت، عندي ساعة عندها 18 عام وثلاثة شهور ليست بقاصة، الشيكاية درتها هي بنفسها هي لي قلت تحمل مسؤولية الشيكاية ديالها هي ليمكن لها تدير تنازول هي ليمكن لها تتابع، هي ليمكن لها كل شي ما عنديش حقا ندخل لأن هذه الساعة هي ليست بقاصة مهم، من لي قلت لي يا رانا بابا راني مغتاص باك كما حكينا لكم من طرف خالي أنا تلفت دارت بيالارد، أشغان ندير ما ندير واحد السيد الله جزا بيخال، زيت تلفون عاية تلوس استشرت معا، قل يجي عندي القهوة قل السنة، هذر معايا، ممستشرت مع الناس قولي أول حاجة غادر، غادر شكاية ديالك، رعدنا المخزن في البلاد الله يجعل باركة في المخزان وحنا عندنا الحمد لله دولة الحق القانون وعاشت المالك، سيدنا، الله ينصروا لينا ووقف معنا في هذه القضية دي قلنا صافي، مش يدرت الشكاية ديالي عند واحد المحامي، ديالي شيكاية مقدد، فعلا متين عند البوليس، الحمد لله البوليس بدت عيطولينا احنا في الرباط، في حسان البلاسة ديال البوليس، الولايي اللي كنا في حسان تايت تصلوا بينا عيطوا لي أنا كأب عيطوا البنتي عيطوا الزوجة ديالي عيطوا المغتاصي بخوها، عيطوا الخوه الأخر الكبير عيطوا واحد الجوج كانوا تاهوما رجال أخوة البنات، رجال، البنات، أخوة المغتاصي بخوة مهم كأي طولنا تستدعونا كاملين، استدعونا دلونا المحاضر ديالنا خدموا معنا، مكتب مية وخمسة، كنحييهم هذا المنبر هذا المكتب مية وخمسة في ولاية الأمن أخي اجتهدوا معنا، واخدوا وعطونا الوقت الكافي ودلونا محاضر ديالنا، وكلهم محاضر كي يستغرق ساعد لما قانا، ساعد لاروب ديال الهضراء، وكي يزعم قاموا بالواجيب، وكل ملك الله جزي بخير، تابع معنا ذاك الشي هاتفيا، تعيط البوليس هاتفيا، وتابع معنا الحمد لله، حيط هاد المغتاصي بتابت عليه ذاك الشي اغتاصب البنت، واعتارف جال عندي لدار تيطلبني تيطلبني واخوه، وشي ناس معاه تيطلبوني الله جزي بخير سمح ليه وتيغلي بفمه، تنسوه ولا أمضى канале لانชي معد Earl تيغلي انعس معاه، تيغلي ان geschي حامر منه، تيغلي مع قلش وتيغلي ابنتي ذكريه، قلت لهو helt اللاذ اللくنا دست لي بالبحار في المراه، فالاقلت لهو بأني ما عندك ضريج على purchase Lim في الدينة видите دقيقوا بكي ن 45 которое والمؤديدة ما نت XMLiu بذيرتها، ولو بwerحة بحساmith وقدت عن ذاك الدر pioneers While the film of the zufadu – when you were a Jewish كنت واقل المعجون وهذا الكلام كنت واقل المعجون قالوا عند قادة التحقيق قادة التحقيق اطلقها اطلق لنا التشجيل اطلق لنا التشجيل مسموع مزيان و احنا كلنا يقول لنا قادة التحقيق ما هذا الصوت هو براس و ما نكرش تقولوا الصوت ديال كذا والتشجيل هذا كان معه شو هو حت من لي جاء عندي دارت يطلبوني جبتانا واحد جوج اصحابي شو هو دي جوج الناس كبار واحد عنده خمسين سانة واحد عنده خمسة واربعين سانة سبع قلهم واحد حاج زيما ناس مقدين كانوا حاضرين اثناء جلسة الصلح تيقول لي يا المو اغتاصي يتلقي يقول لي يا سمح لي سمح لي سمح لي ثلاثة المرات تيقول لي واش اغتاص بتي لبنت واش نعسي معه تيقول لي نعس معه وهذا بعدها دخلت عليكم يا رب الله وهذا ما تعرف وكين تشجيل وكين الشهود وكين ورقة الطابب عنده اغتاصي ودى الطبيبة في الفين وثلتاش بانه فعلا جابت لي اخوة المرات دي جابت بنتي وداتها ليها في الفين وثلتاش وكن ديك الساعة بنتي بقى صغيرة يلا عندها عشر سنين ونص وداتها الطبيبة وقامت قلبت للفرج ديالا ودك شي الاخيرة هل كان نظره احنا بالدليل ما كان نظرش انا بالدليل اي حاجة عندي بالدليل ديالا عندي تشجيل وعنده ورقة الطبيب وعنده الشهود مهم الحمد لله وكين الماليك امر بالاعتقال تعتقل المغتاصب تعتقل حد هنا يا مزيان تعتقل مشينا عن قادة التحقيق اذا ندك الجلاسات كل شهر شاعتنا قادة تحقيق ان المواجهة كنتمشي معي المرات وكمشي مجموعين الى اخرين الا اننا في ليلة هذا رمضان هذا انا غالس تعيط عليه واحد صديق ديالي في تليفون السلام وعليكم وعليكم السلام رمضان مبارك قال الله يبارك فيك قل لي اش درتي مع انسيبك اللي اغتاص بلك بنتك فين وصلتي مع انسيبك اللي اغتاص بلك بنتك لا اخوة انسيب اره اغتاص بلي بنتي راتبت عليها خايدك الشي اره املي متين عند البوليش شدو عند البوليس تلتي ايام او اربع ايام عند البوليس طنطن شدو لانا واكي الماليك اللي جازة باخير شاف الامر خاطر وشاف القاضية جنائية والمغتاص بمعتارف وكين الشهود وكين كل شي اره اخير اره امعتاقل قلي دبا فيناه وقتلو اره امعتاقل انسيبك انه القاضي قادة تحقيق يحدد لينا الجلسة باش نشمعوا الحكم اه قا لي انوض على اه سلامتك कين وق اللي اره همطلوق هوا راغ sandy قدامي مطلوقة انه قا نشوف قلت له الله را راي تشبه ليك اخاي اه قلي اره همطلوق شيصا نقول لك واش انه يخفى علي هيا فلان قل اللي او طيس الخ объowing انا كان اعمان تبعه راني لابس جين زرق قلت له له الريم قال لي هو ساف Im can هcyان将 الاخير abused وملي قا لها لي هيا حسيت بالظلم مليawn اليps حسيت بالحقراء وش كيف يعقل أنه وكلمالك أمر بالاعتقال ومسألة جنائية وحنا في محكمات السيناء في الرياض اللي في حيال رياض محكام ذاك شي جنائي وكلمالك الله جزايا بأخير أمر بالاعتقال دا 6 شهور وشيخ 15 يوم ولا مع 6 شهور و12 يوم واحدة أخر تلقوا علاش غاي تلقوا هذا هو السؤال ديالي حنا عندنا تتقى في القاضاء ديالنا ولكن إذا يعو بنتي في حقها وإذا يعونا في حق بنتي هذا شي هذا لا ماشي معقول البنت عندي مريضة البنت عندي مريضة وبالدليل بنتي كتقول لي بابا ربما تكون غضب الزنقات نحس بيوم تابعيني مغتصب أخوه هات شي قلت لي قبل ما يتشد مشيت عن الطبيب ها أنت أخي هالورقة ديال الطبيب هاي الطبيبة ديال ديال سبطار الغازي الغازي اللي يبس له شدينا الموعيد ديالنا ودزنا عن الطبيب اللي في المستوى قدشي خمسة وربعين دخي قوي قدشتها مع بنتي استفسرتها مزيان أعطيتنا لاتيستاسيون قلت لي بنتك خصها المينيوم تبع معنا عامين رحلة ديالة صعيبة واش بنتي تبع في سبيطار الحمق عامين والموغ تاسيب دو ستشور وطلقوه طلقوه بلا معلمونا دب كوني كانت يجلسة وقاوس معنا تطلق وعرفنا بأنه تطلق حنا ما عرفنا كون ما تتصلش بياد السيد ديالة الصديق ديالة لقالي رمطلوق ما نعرفاش باش مطلوق واتحكوه لا غدوش شو دب ودحنا في قضي التحقيق دب وموطلقوه حال صارح دب ومباقي متابع ونتلقوه في حال صارح ودح حال صارح ما عرفش بعد وقتش بدات لأننا احنا ما في خبرناش كان مثلا نعزق ولا الخبر نعرف ورمطلوق حنا التعتاقل دزنا عند القاضي التحقيق رضوه والسيجن وحنا خرجنا بحاننا ما عرفش لا غدليه تلقوه ولا بعد غدليه ولا ما ما عرفش تلقوه ما زعماتش هذا ما شي هو هذا ما عرفش كيفاش تلقوه وشا نقول لك حنا دبنا دبات تلفت رسالتي للمسؤولين يديروا بنتي بنتهم أنا ير هاد المسؤول هاد اللي تلقوه في حال صارح الله يحفظكم كانت بنتو يكون كانت بنتو واش غيرتاه حال صارح هاتش اللي بتنعرف وواحد الحاجة بين قوسين واني هادين نقوله ما عنديش عليا داليل أنا كان حب نذر كان بغينا نذرب الداليل ولنا دي ما عنديش عليا داليل جاتني الخبار من قلب العائلة حيتي ناس من العائلة معطفين معايا جاتني الخبار بأنه غيحرق فهذا رمضان تيضرع الفلوكة هكي المغرب كله ما كيضرع الفلايك كيضرع الفلوكة ما الفلوكة وقال لي يرى قصر صغار بغيحرقوه ما القصر صغار وده با كيفي يعقال فصلت على قريبها إلي هاتيا كاريتا كان حمكن لإحباره مسؤولية ان الان الملكية هذا سيده تنحل كان حمده مسؤولية و كانت أخويا و كانت أليك و يمكننا أخواء كدس لتعلم و لم يمكننا أن نقولها لن تراجع على ما تسميتوا هذا السيد شعلا تنحل مغتاصب خرجوه باعدده خرجوه من الحمس لأي حوله و لا قواته معالي معالي مهارة منظمة لا قعدوا في الهاتف و دخليوا معايا كطرف شفوه هالشي ه الح PAL إننا هذا لا منكار هم تعرفوا هذا المنا أمقلفي الواحدة Hardy مرة BY M3 وحده كسفتون الحبس هذا 30 مرة وعبر السنوات وما تعرف وشهود وكل شي وخرجواه المهم معلينا شي خلصوه الله تعالى الرقم دالمية إلي 217 على 2020 الرقم دعم الإلي 2157 على 2020 في قاضي التحقيق في محكمة السيناء في الريباط محكمة السيناء في الريباط في حي الرياض وحنا كنتصناه ذا بالقاضاء شنو غايدير حنا ذا ما كنتصناه القاضاء ينصفنا حنا ما بغينا تشي حنا ما كنقلبوش على شي حاجة ما كيناش حنا بغينا نغلبوش تصيبين الجزاء ديالو هاتش ما تيتخباش لان الدراري الصغار ولا البنتات الصغار عبارة عن ضحية انا بنتي عندها سبع سنين ما عارفاش ملكيا كندروا معالبو 56 قول قول مكن تمجل X ماماك قول معمنك أنا قتله وانا خالي خالي ما نتحليش بالي واش خالي لابل شي خيبة خالي اللي بلب للي شي حاجة نقول انا ما عارفاش قنت يقوله وان دهلك الدوا وان دهلك الدوا الامسكين ما عارفاش بنتي عندها سبع سنين وانذا السعيعدي 16작 عام ابش بدك يقتص 66 عام ودوز معاه 16 عام 17 عام 18 عام دوزا ابيتوزا مغاريا مانما عالينا شي و قانطلب منهم غاربة ويطفن معي وانا اطلب نيداء هيلي لصاحبي الجалист الي و الفيادة والي الفيروس فيSorryة ابن بأي. و withd照 لي شي يتحقق في هذا الموضوع هذا و نطلب حموشي للجزاء بخير هو يتدخل لي فهات الشي هذا اراني مضلوم. وكان طلب مسي عبد النبوي ومسي حسن داكي يشوفوا وشوفوا هذا الموضوع عاد. هرا هات الشي هذا را صعيب. هاد هاد الشي تعرضت لي هان هو بنتي. هرا هضمونا في حقنا. هات الشي هذا ما غديش نسكت عليه. وهات الشي هذا نبقى حقا حتى تيدر لي الله شي تاول ديال الخير. وكين اشي اخرى باش ما نطولش. الاخ ذي هاد الموضوع تاصيب. هرا زور لي اشيك. دير في مية وعشرات المليون. مية وعشرات المليون. والكمال الذي لدها. هذا لدي الزوجة دي لي تكمل. حتى انك انتم طروض من البيت الزوجية. وكانت تصل بالبرا ديالي هاتفيا. قلت لها. محضر دار مصدودة عليها. والمراتي لداخل وخوتها. ومها. اخوتها كبار. واحد عنده خمسة واربعين عام. واحد عنده اثنين واربعين عام. الحل يطح عليها تنتصل بالزوجة ديالي عن طريق التليفون ديالبنتي. قلت لها جمعيني ذاك الشيكات اللي عندي. اللي عندك في الماريو. والدوبل ديال السرود ديال طنوبيل. وقلت لها. اعطيني اسميتو. الباسبور. ارا عندي فيه فيزا فاع عشر سنين. عندي عشر سنين ديالامريكان. فيزا فاع عشر سنين. قلت لها اري لي ذاك الشي. جمعات الزوجة ديالي ذاك الشي. وهي تكمليكم تقولكم معطاتوا لخوها باش يجيبوا لي. بنعيد لي يا. ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا حتى يدفعو إليه وما اتشرف كائنا وبدلوا القفل ونحن نحن قادم بناتنا وما جاءت الأمي كثير منها وقالوا لي خصك تبدلي القفل وصافي يبدلوا اليوم تبدلوا القفل ويأتي وانت حد الباب يريد أن يدخلوا هذا لا يدخل سرس لا يدخل سرس وقفل هو هذا أنا تفاجأت نال والفرمدان من قلالي أرى شا نقول لك رأى أنا تفاجأت ما بخباريش مع أنا ما كانت تصل بالدار لاتشي حاجة صافي أنا تفاجأت بحالي بحاله أنا شا نقول لك نقول لك ما كنا بغيت لقضاء انصفنا انصفنا في حق بنتنا وتنقول لك ما كنا حشو معلك وحرام عليك هلاش ما خرج شي دبادي شنو رجولا ماش رجولا هلاش تخرج مني ندخلوك الهدا وانتو رعا فراسك شنو داير المهم عندي نالها بزاف ما يتقال هي رأينا بغيت نقول كل شي رأي خصني وقت كشي كبير منهم اللي بتعتقل المغتصيب جاوا عندي شي واجو عندي خمساد الأسخاص سيفطوهم ليه هوما جاوا عندي ودخلوا عندي للدار ديك سعنا مطرد من بيت الزوجية قاس عندي خويا ها؟ من العائلة الزوجة من العائلة الزوجة سيفطو ليه خمساد الناس واحد أستاد ديال تربيع إسلامي أستاد جامعي واحد تسيد فلابونك بيان بلاسي فلابونك واحد تسيد عندهم طباعة واحد تسيد أجونس ديووياج حميلي كتاب الله مهم سيفطو لي خمساد الناس نقيين زووني سيفطوهم ليه ها قالوا لي يا ده بنتا اللي بنت ديك تغتصبات اللي اعطى الله عطاه واحد يوم قرع لي آية قرآنية قال لي يا فاديتون مسلماتون إلى أهليها ما هو يعطوني الفلوس قلت لك قال لي يا فاديتون مسلماتون إلى أهليها إذا ما غادي يعطوني الفلوس قللي بنتك دابا قلت بلا يعطى الله عطاه بنتك تغتصبات ولا يعطى الله عطاه خد أخويا عطوني عشين مليون خد هاد عشين مليون وعطى البنتك وعطينا التنازول ده بابغاو يشريو من عندي التنازول أنا كما قلت لكم كان استاشر معاي الأخ ديالي تباك الله كبر من نيدكي ومعاي واحد الصادق ديالي كان قلقان عايت له في التليفون استاشر ما عاش قللي يقول لي مواخة باش نجمع تشجيلات وندير وندير عليهم الحوجاج مواخة كان هيك نسلك معاهم وقلت له مواخة الشاك اللي دفعته لدي المياه عشرات المليون لاشنو غنديرو في ديك الساعة بقى متى تاقلت شانا حتى أنا دوز 48 ساعة في الولايات الأمن وواكل المالك للجازي بخيرت القنية لأنه بالله الشاك مزور في السماء هاس داك اللي دفعليه الشاك يدخل يخرش في الهدراء وعندو صوابق ذاك اللي فعلية الشاك عندو صوابق في الشيكات ومدوز الحبس هذا كانت الفعلية الشاك بدوز الحبس وعندو صوابق في الشيكات وده فعلية الشاك ديانا وعشرات المليون فكورونا بين ellos خبصين مو είναι داك موضوع آخر المهم جاوع عندي الدار عط pureeوني 20 مليون باش نعطوا من التنازل ديير البنتي وجابوا لي التنازل مكتوب را عندي التنازل مكتوب مكتوب إلى آخر هيه باهاش بيه هبنتي لبينندي خصتة تنازل وهي اللي عند الحكمات تنازلش معليناش قلت له ما شنو غدل معي في الشك ديال 110 المزور قال لي خايدك الساك غادي نحيدوه اخيباش غادي تحيدوه وقال لي ما بقيت كنه در معاهم قلت لهش التنازول قلت له خايل عطتيوني التنازول ارا غادي نتيد التنازول المحكمة ديال الشك هو خصن خلص غارة مامالية ديال 25% مئة مليون وزباة 25 مليون قلت له ما عندي الشك في 110 ديال مليون خصن خلص غارة مامالية ديال 27 مليون ونص ارا ما هاتش اللي كتقول ارا تخرب ايخ ارا خصن ديزو عند الواكيل زعمان نشوفوه قال لي يا شوف هدك بخمسة كي ادرو معايا وهد الخمسة دا بادي الناس ارا مساعد دينيش هدوه ارا مساعد دينيش هدوه ماشي زعمات هذا مساعد دينيش هدو شا قالوا لي يا الخمسة دين الناس كي ادرو معايا قل لي اخوي حنا راه ذرنا معا واحد السيد غادي نديرو السحب انا هدو المصطلح مع مري سمعتو انا كان عفش الشاك المليكي يكون مدفوع يا اما كي يخلصوا مولاه والتي كنت تنازل ش اللي عارف قل لي غادي نديرو السحب قل لي غا مشون المحكمة وغا نديرو واحد الورقة بأن ذيك شئ ذاك اللي يدفع لك الشاك ايدير ذاك اللي يدفع لك الشاك في حسابه اي كتب راجعنا حساباتنا ذيك الشاركة زعمة راجعنا حساباتنا وتبين لنا ان هاد الشي تدفعناه ليك عن سبيل الخطأ وأنه هو هذرا الخاوية ديلوم وماذاك التحرمية ديلوم تنعرفوا في ذاك الشي عن سبيل الخطأ وغادي نحيدو الشيك زي ما بالدارجة اي حيدو الشك من الجذر محلة ما عمرو تدفع انا تنقول لهم هير واخا واخا نجمع تشجيلات وكان نجمع تشجيلات وكان نجمع الشهود قلت ليهم واخا لاغد ليه ويتصل بيه واحد فيهم هاتفيا هذرا التصل بيه هاتفيا انا كنا نضرب الدليل تشجيلات واتشجيل ديالو عنده في السيدي اواتشجيل ديالو ان شاء الله غدين ندير وكين المالك تشجيلتو كعايت ليه قالوا اه لو خاليد كي دير بيخار وانه درنا دابا قلت له اللي بغيتها اخويا الغزال اللي درتي قلت له فينا وابعد اشيكات ديالي وسترود ديال طنوبيل ديالي ودكشي قال لي اخوي استرود ديال طنوبيل ديالك هوا كين وطالون ديال الشيكات حتى concerns تشجيل انه في يجو الشيكات اللي كشي اللي ذوروه وارا زوروه بقى الشاكس انوا يقتلى تشجيل وطالون ديال الشيك ديالك الدفتر فارغ هوا كين وشيكات ديالخوك اللي فيهم 30 مليون انا ولم كينين وقلت له باسبور ديال ورقة ديالصدق ديالي قاقط زواج عندهم والدولي شي ورقة ديال داريبا كنخلص بهم داريبا ديالهم وشي اعترف بذين عندي معا واحد تسيد عن طريق العدول توازو داوه مو هم اجمعوني قعباتي عقدياله و الداوه من اللي بغوا يعطوني الفلوس قل ياله ادرقتوا ان شاء الله يكون خالي قل ياله انا انا اجيبك الفلوس ازاك سيد قل ياله انا اجيبك ان شاء الله انا انا فنيتي انا ما اشد عندهم الفلوس الاولو غير كندير الدليل داس واحد ثلاث ايام واعيط علي قال لي خاليد باي خالي انا اجيبك الامانة بحاله كما قليش حال تم جاي عندي وحسا قل ياله اتلقى لي اخي في طرق ايام اتلقى لي اخي كدست بارك الله انت بايك اجميترو في طرقي يجريسي حسا قل ياله اتلقى تباك الله تباك الله اتلقى الايام اطبال صح واعي perfekt ما شاء الله الله يساحتو ، الله يحفظو لي داتو جيتل عنده بطنو بابل جيينو تلباه مداري عندي وانا غات اندير دالي قول لي خالتهم الفلوس احطهم في الشق الايمن ديرن فهات الجاة هادي تحت الجاكتة قال لي اي اخوي ربعات المليون اي اخو داق وان شاء الله غنكمل لك معه رجال الامن. كان عندي واحد تفكير في شكل. شو بغيز عمان نصق معاني جال الامن قل له ما ما جاي بلي رشوة. شلي كان في عقلي. مهم تدا وذكر ربعات المليون. بغير ده لديك السيد اللي اعطاه له. اللي هو خو 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 الزوجة ديالي. اه اختها اختها صغيرة. الزوج ديالها. هو اللي اعطاه ربعات المليون لهات السيد. مش هات السيد باش يردلو ربعات المليون دياله. مبغاش يشده عنده. وحلها فيه قل له نمزاوك فيك غير فكني من هات الشي. تحتها كانوا مخلوعين. مهم انا را عندي الدليل قاطع على ان الشك مزور. وعندي الدليل قاطع على ان ابنتي مغتصبة. ولكن القضاء رخوبية. القضاء رادارها ما فيها ما يتشاف. زي ما كانت طلب من الله سبحانه وتعالي ينزل الرحمة. فهذا القوضات هادو. وبالاخص فهذا الميل فات بحال هادو. هادا اللي دوي ستشورد الحبس. راماشي سرق تيليفون. ولا سرق بسطام. دوي ستشورد الحبس ويخرج. هذا رام اختص بنت قاسر. بحاله بحال طفل عدنان. وبحاله بحال عدة ضحايا. بلا ما بقنت نكره اسماء. وكنت لما خائم القضاء ياخذ ليه حقي. وينصفوني. وهذا الشي اللي يكين. ما تنسوش تابونا وفلاشين وتاكتيفوا الجرس باش يوصلكم جديد فيديوهات بالبخيس. وتبقى اجيو مع صحابكم.